احنا اختتمنا ان انا بقول ليسري على خلفية حوار مع حد من زملائي كنا بنتكلم على مسألة ازاي حد من زماني بيقولي ما بفهمش اليساريين اللي بيبقوا جايين من طبقات ارستقراطية او بميصورة الحال وبيعتنقوا افكار يسرية فانا كنت بقول ليسري ده قتله بالمناسبة هو الطفل واسع من مؤسسين اليسار جيل اول و تاني هم من اولاد الطبقات دي يعني فيوسري قال لي اه احنا بوزنا دماغ ماصر ده هنا بيخدني على المسألة بتاعت مش بس ليه بقيت يا ساري لا هي مسألة ليه بقيت بتاع حواديد صانع حواديد لانا بحب الحواديد ببساطة شديدة يعني انا بالنسبة لي انا اتربيت في عائلة متعبة ليه يعني طلق وحاجات بالشكل ده يعني كان صعب مكانش سهل بالنسبة لي انا وناهد اختي الطفولة بتاعتنا والحاجات دي كلها كان جزء كبير جدا من اللي بيخليني اعرف اتعامل مع الحياة من وانا صغير هي ان انا بقى ارى روايات كان فيه جدتي كان بتجيب لنا كل يوم جمع روايات الهلال اظن كانت ولا يعني كتب صغيرة كده ملخصات لروايات عالمية فدي كان بالنسبة لي حاجة بتصالحني مع العالم بتخليني اعرف اتعامل مع الصعوبة انك انت بتكون طفل ومش فاهم اللي بيحصل حواليك ما انت دايما حكيتها كويس في صريقات صيفية الاحساس بتاع انك كل القرارات الكبيرة كل الحاجات اللي حتأثر في حياتك كل الحاجات كلها بتتقال في السر كلها انت مش جزء منها انت مستبعد منها انت لسه صغيرة بانت ما وانت في حاجات مصايب عادة تحصل حواليك وانت مش فاهم رأسك من رجلك في ايه اللي بيحصل بحق حقيق الروايات كانت بتساعدني ان انا افهم وكانت بتساعدني على القلق يعني لو ما كانتش بتساعدني ان انا افهم كانت بتساعدني ان انا اعيش حياة تانية من خلال الخيال والسينما عملت ده بشكل رهيب لما روحت اول مرة اتفرجت على اول فيلم كان رحلة الى منتصف الارض سينما سكوب والوان وانت قاعد في قاعة كبيرة ضلمة قاعد بتتفرج على حاجة كده مبهرة جدا وبتاع خيالك ابتدى يس فحاجات الحواديث والفن اجمالة دي دي اللي ابقتك يعني بتبخيق على قيد الحياة اللي مارك تشتغل انك ان المصاعب والمشاكل والحاجات دي كلها ما تقباش حاجة بتشلك يعني متى يالي الفن والسينما بيديك شجاعة والحواديث وده بس متى يالي بالبساطة دي يعني بتساعد على البقاء فكده بنرجع مرة تانية لجريزة البقاء اه يعني هي اكيد 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 احتياجك انك انك تحكي وانك تسمع حواديث وحواديثك مع حواديث الناس اللي حواليك تبتدي تاخد شكل وتبتدي تاخد يعني حاجة يعني العالم فوضى العالم معقد جدا وفوضى ومكركب فلما بتيجي بتشتبك معه وبتطلع منه حاجة ليع شكل بتحس انك مش بس كواحد بيعمل الفن انما كواحد بيتلقى الفن بتحس انك انت تقدر تمسك العالم ده تقدر تقدر تواجهه تتخانق مع اشتركوا في القناة